نتحن بزور الكتان والماء الساخن هم نفس الوزن 100 جرام 100 جرام ماء ساخن نفس الوزن إذا بالكوب ممكن العيار من الكتان قبل الطحن 1 كوب والماء كوب إلا ربع إذا بالكوب أو بالصحن صحن بزور الكتان قبل الطحن وصحن إلا ربع ماء الساخن والمليح هو اختياري قليل من المليح هو بعمل طعم كتير منيح المليح هو اختياري والكمية أيضا اختياري نتركها مكشوفة 10 دقائق دون غطب هيك بعد 10 دقائق نوضع ورقة الزبدة ومن مدة لازم يكون السمك تباحها قليل جدا يعني ماكس أكثر شيء يكون واحد ملي وإذا بكون أقل من واحد ملي بكون أفضل كل ما كانت السمك تباحها قليل بكون أفضل نوضع سمسم أو أي نوع توابل أنتو بتحبوه نوضع ورقة الزبدة على أبو خفيف جدا يعني ما نضغط عليها كتير إن شان ما تفرد معنا بالزيادة أو يخرب شكلها ونشكلها مثل ما نحن نحب ونوضعها بالفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية الفرن نشغله من فوق ومن تحت ونوضعها بالرف الأوسط تقريبا تأخذ 60 دقيقة نعمل الأفوكادو الفلفل وقليل من الملاح وسن ثوم نوضع حبة الأفوكادو نرسم جيد نوضع عصرة لمون ونقلبهم وهيك أصبحوا جاهزين نقدمهم ونوضع مع عليهم زيت الزيتون هي كتير طيبة مع زيت الزيتون هي مناسبة للكيتو دايت ولمرض السكر وكتير هي صحية هيك طلعناها طلعناها من الفرن نتركها تبرد تماما نجد تبرد تماما كتير هي روعة وهشة هل ما انتم شايفين هي هشة كيف تتخلوها انتو رفيعة تكون هشة أكتر في أمان الله تذرونا بصفة جديدة من الاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة لائك مع السلامة ترجمة نانسي قنقر